أولا تقدم النية نية الحالف ماذا نوى وماذا نوى هذا أمر محله القلب وإذا قال المؤلف هنا قبل حكما أي إن الدعاء أنه نوى ذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ويقول ابن قيم رحمه الله تبارك وتعالى من عرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة وجب اتباع مراده والألفاظ لم تقصد لذواتها وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم فإذا أظهر مراده ووضحه بأي طريقة كان قبل العمل بمقتضاه فالقصد إذن لابد أن تقدم النية ماذا نوى الحالف ماذا أراد في حالفه ذلك عندما أقسم قال يرجع في الأيمان إلى نية الحالف ثم بدأ يضرب أمثله قال فمن دعي لغداء فحلف لا يتغدى لم يحنث بغداء غيره انقصده يقول الشيخ العلامة محمد بن جراح رحمه الله تبارك وتعالى لو دخل رجل على رجل ووجده يتغدى فحلف أن لا يتغدى غداءه فلا يحنث إذا رجع إلى بيته وتغدى غداءه هو لأنه قصد شيئا معينا يعني دخل رجل على رجل ووجد غداء حلف عليه قال تتغدى عندي قال والله لا أتغدى أو والله لن أتغدى هنا ظاهر اللفظ والراه لن أتغدى أي لا معك ولا مع غيرك لأن حلف أن لا يتغدى فلما خرج من عنده رجع إلى بيتي تغدى في بيتي فهل هنا يقال حنث في حلفه لأنه قال والله لا أتغدى فنقول له ما نيتك قال لا نيتي أن لا أكل غداءه ولم أقصد لا أتغدى مطلقا وإنما قصدت لا أتغدى عنده يعمل بنيته يعمل بما نوى فيقبل منه قوله ولا يحنث يعني لا يؤمر بالتكفير عن يمينه ترجمة نانسي قنقر